ماذا تفعلين هنا؟ ماذا تفعلين هنا؟ فالشاعر المشهور ليس أنا لكنني بتوتر العصبي أشبهه وتطرف الفكري وحزني الأزلي أشبهه هل تسمعين صهيل أحزاني؟ ماذا تبتغين لدي سيدتي؟ فالشاعر الأصلي ليس أنا بل واحد ثاني يا من تفتش في حقيبتها عن شاعر غرقت مراكبه لن تعثري أبدا علي بأي عنوان شبح أنا بالعين ليس يرى لغة أنا من غير أحرفها ملك أنا من غير مملكة وطن أنا من غير أبواب وحيطاني يا غابة الخضراء يؤسفني أن جئت بعد رحيل نيساني أعشاب صدري الآن يبسة وسنابل كسرت وأغصاني لا نار في بيت أوقدها فليرحم الرحمن نيراني لا تحرجيني يا بنفسجتي أشجار لوزك لا وصول لها وثمار خوخك فوق إمكاني لم يبقى عندي ما أقدمه للحب سوى صهيل أحزاني يا زائرة بالباب واقفة من بعد ما ودعت زواري ماذا ترى أهدي لزائرتي شاري القديم نسيت قائله ونسيت كاتبه ونسيت نسياني هل هذه الكلمات من شغل يدي إني أشك بكل ما حولي بدفاتري بأعصابي بنزيف ألواني هل هذه اللوحات من عملي أم أنها لمصور ثاني يا طفلة جاءت تذكرني بمواسم النعناع والماء ماذا سأكتب فوق دفاترها ما ودت أذكر شكل إنضائي لتبحث عني فلن تجدي مني سوى أجزائي أجزائي يا قطة القزحية العينين لا أحد في شارع الأحزان يعرفني لمركب في البحر يحملني لا عطر مهما كان يسكرني لا ركبة شقراء أو سمراء تدهشني لا حب يدخل مثل سكين بشرياني بالأمس كان الحب تسليتي فالحب أرسمه سفرجلة والعطر أمضغه بأسناني بالأمس كنت مقاتلا شرسا فالأرض أحملها على كتفي والشاعر أكتبه بأجفاني واليوم لا سيف ولا فرس سقطت على ركبتيك أو سمتي وملاحمي الكبرى وتيجاني عن أي شيء تبحثين هنا فالشاعر المشهور ليس أنا بل واحد ثاني مقهى الهوى فرغت مقاعده حولي وما أكملت فنجاني مقهى الهوى مقهى الهوى مقهى الهوى مقهى الهوى مقهى الهوى مقهى الهوى يا زائرة بالباب واقفا ماذا تفعلين هنا؟ ماذا تبتغين لدي سيدتي؟ يؤسفني أن جئت بعد رحيل نيساني مقهى الهوى فرغت مقاعده حولي وما أكملت فنجاني وما أكملت فنجاني مقهى الهوى مقهى الهوى مقهى الهوى شكرا